بمشاركة 28 مؤسسة بحثية علمية وسعيا إلى تنسيق الجهود لترسيخ قيمة البحث العلمي في الحياة العامة أعلن في نواكشوت عن انطلاق الشبكة الموريتانية لمراكز الدراسات وتضم في تشكيلتها المراكز البحثية العاملة في البلاد وتعتبر الشبكة حسب رسالة صادرة عقب اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية مؤسسة حاطنة لمراكز الدراسات الأعضاء تسعى لتبني وإنجاز المشاريع والبرامج البحثية المشتركة ومواجهة التحديات المادية التي تعيقها تقوم فكرة الشبكة على تجميع المراكز البحثية في إطار واحد هذا سيوفر لنا مزايا كبيرة كانت تشكيل معوقات في الماضي منها التحدي المالي من خلال الشبكة يمكن نوفر الحد الأدنى من التمويل لعمل المراكز تجميع الكفاءات البحثية التي كانت توجد في عدة مراكز مختلفة أيضا تنسيق عمل المراكز لتكون مع الشركاء من الدولة والقطاع الخاص والجهات الخارجية ويعتبر رؤساء المراكز المنضوية تحت الشبكة أن المراكز البحثية في موريتانيا شريك فعال في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإصلاح والتغيير مؤكدين ضرورة خلق وعي في موريتانيا بأهمية البحث العلمي في تحقيق أهداف التنمية مراكز الدراسات هي الشريك الكافة للأطراف الطرف الوحيد يمكن أن يكون الشريك لكل الأطراف الفاعلين في الحياة العامة والفاعلين في التنمية الموريتانية هي مراكز الدراسات ولهذا قمنا بتأسيس هذه الشبكة من أجل تنسيق عملنا وخلق آلية مشتركة يمكن مخاطب في مواجهة السلطات ومواجهة الجهات الداخلية والجهات الدولية ويكونوا كذلك نربط شراكات مع العالم لأن العالم اليوم يقوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهذا العالم الافتراضي المفتوح والعولمة يقوم على بناء الشبكات لأنها صارت فعالة في تحقيق أهدافها وبحسب ما لكر أعضاء الشبكة فإنهم يسعون إلى تكريسها كمنبر للحوار العلمي الموضوعي وفضاء مستقل للتواصل المفيد مفسحة المجال أمام حرية التعبير العقلاني والعلمي بغض النظر عن التعددية السياسية والفكرية والمهنية ترجمة نانسي قنقر